كمال مهوي مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة إذن كمال مهوي مرحبا بك إشادة كبيرة بالمنتخب الجزائري بعد الفوز وتأهل والعلامة الكاملة في بداية مشوار كمال في القاهرة رصتنا بعض الأصداء من الأشقاء المصريون لم يرشيحوا المنتخب الجزائري في البداية ووضعوه ضمن قائمة المنتخبات التي ربما لا تتجاوز الدور الثاني هل تغير رأيي الشارع المصري في ما يتعلق بترشيح المنتخب الجزائري أكيد أكيد تحية لك زميلي حسين ولضيوفك في الأستوديو بطبع مثل ما قلت اليوم المنتخب الوطني هو واحد من أقوى المنتخبات في كان الفين وتسعة عشر بدليل حصده تسع نقاط من تسعة وبدون تلقي أي هدف وبفوزه بتسجيل ست أهداف كاملة صحيح وجهات النظر تغيرت هنا في القاهرة بعدما كان المنتخب في الدورات الماضية يغادر من الدور الأول لدور الثاني على أقصى تقدير اليوم جمال بالماضي أعطى فلسفة أخرى وبعد آخر للمنتخب الوطني بدليل أغلب الإعلامين هنا بالقاهرة والصحفين والمختصين يؤكدون أن المنتخب الوطني صار قويا ويمتلك روحا معنوية عالية ظهرت في كل المباريات والشيء الأدهى أنه رغم أنه جمال بالماضي غير التشكيل بـ 90% باستثناء رمان بقى أمبو الحيوة بن ناصر إلى أن اللاعبين الذين دخلوا كانوا في المستوى وفازوا بـ 3-0 المنتخب التنزاني لم يخسر بـ 3-0 أمام السينيغال في المباراة الأولى ولا حتى أمام كينيا في المباراة الثانية بل خسر بثلاثية أمام ربما بين قوسين المنتخب الثاني للجزائر بعدما لم يشارك اللاعبين في المبارايتين الأولى والثانية الآن المنتخب الوطني لبس رسميا عبأة المرشح لنيل كأس أمم إفريقيا حتى الجماهير المصرية هنا في القاهرة حين نواجهها يقالون لنا بصريحة العبارة أن المنتخب الجزائري صار يخيفهم كثيرا وواحد من المرشحين للذهاب بعيدا في هذه الكأسة الإفريقية كمال ما هو وأنت قريب من اللاعبين وطبعا من بيت المنتخب الجزائري فيها الآن إصرار على الذهاب بعيدا بعدما كان فيه في البداية طموح من طرف المدرب جمال بالماضي الآن المنتخب الجزائري مرشح بقوة يعني من الجانب النفسي كيف ترى الحالة النفسية للعبين هل ربما من الجانب النفسي وأن تقولت بأن المنتخب الجزائري ارتدى عباءة البطل هل تعتقد بأن المنتخب الجزائري أو اللاعبين في نفسيتهم ارتدوا حقا عباءة البطل هناك اتفاق جماعي لدى اللاعبين بأنهم لغاية اللحظة لم يحققوا أي شيء هذا متفق عليه بين اللاعبين لأنه اليوم في مرحلة خروج المغلوب بأي خطأ أو أي وجه غير منتظر أو أي ربما نقص تركيز سيؤدي بهم إلى خارج البطولة وبتالي تصبح الثلاث مباريات التي خذوها لا معنى لها لأنه الآن المنتخب الوطني مجبر على البقاء مركز مجبر على التحذير جيدا للمباريات اللاعبين سيتعرفون على منافسهم اليوم لذلك هم دخلوا في مرحلة أخرى من التركيز والجدية بعدما أتموا اليوم الثلاثين من تجمعهم سويا منذ انطلاق أول يوم لتربص في السيد موسى يوم الثالث ذجوان لذلك هم اليوم ربما بروح معنوية أخرى والناخب الوطني اليوم جمال بن واضي منح لهم يوم راحة مباشرة بعد خوض الحصة التدريبية الصباحية وأخذ وجبة الفاطور ويقيلولة اللاعبين في المساء منح لهم حرية التنقل في الفندق وبين أرجائه وأيضا بالمركز التجاري القريب ولا أظن أن كثير من اللاعبين غادروا الفندق بل حتى ربما البقاء في بهو الفندق وحتى في المسبح الخاص بالفندق على أن ينطلق ربما التحذير الجدي للمباراة بداية من يوم غد لكسر الروتين بعدما بقي 30 يوما من التربص من المرحلة الأولى اليوم هي كانت فرصة لكسر الروتين بعد الشيء لكن كلهم واعون أن لحد الآن لم يتحقق أي شيء لغاية اللحظة باستثناء ربما تحقيق ثلاث انتصارات لم تحدث من سنة 1990 كمال مهوي معي محمد قريشي يريد أن يتحدث معك ربما هو يفتقدك كثيرا تفضل الله محا كمال تحية لك يعني رأي الله ما شاء الله أداء عالك أداء المنتخب الوطني في هذا الكامل أنت رفقة الزمارة هناك طبعا في القاهرة كمال والله أريد أن أوجه لك سؤال وأنت التي كنت قارب على من المنتخب الوطني واللاعبين في الدورات ربما عديدة من كأس أمم إفريقيا شاهدتك أمس في المنطقة المختلطة أو زون ميكس بعد المواجهة هناك ربما روح دعاب بين لاعبين بين المحليين بين الذين ينشطون في البطولة الأوروبية حتى لا أقول محترفين لأن كل المجموعة هي مجموعة محترفة والله روح عالية ودعاب بين لاعبين لم نشاهدها من قلب كيف تصف لنا ربما الأجواء داخل المجموعة كمال أكيد اليوم جمال بالماضي نجح في توأمة اللاعبين قبل سنوات كنا نرى المغتربين متجمعين في جهة والمحليين خريجي البطولة الموطنية من جهة أخرى اليوم جمال بالماضي نجح في توأمة اللاعبين الكل صاروا مجموعة واحدة حتى هشام بوداوي هذا اللاعب الصغير صاحب 19 سنة صار يجلس مع رياض محرز أحسن لاعب في إفريقيا وفي إنجلترا اليوم هناك ود بين اللاعبين هناك إصرار وهناك أمل على ربما تحقيق الهدف وهو إفراح الشعب الجزائري وإدخال البسمة لهذا الشعب الذي قال لهم بالماضي أنه يحتاج لفرحة في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها سياسيا وإجتماعيا سهدت زميلي محمد كيف محرز توقف مع بونجح بونجح طلب منه الحديث بالعربية ثم قال له أن تواعر هكذا بالدرجة حتى يفهم الكل ثم محرز يدعب جمال بالعمري بعد ما الذي حدث له في المنطقة المختلطة في لقاء السنغال اليوم محرز ربما يلعب دور القائد الحقيقي هو قريب من كل اللاعبين وحتى اللاعبين اندمجوا فيما بينهم لحمة شديدة بينهم حتى لو شهدت اللقاء أمس حين قام مهاجم المنتخب الطنزاني بعرقلة حليش كان هناك ربما تدخل من باقي اللاعبين شهدت بلحي أتى مسرعا شهدت طاهر شهدت ربما قديور عاد هي لحمة بين اللاعبين لم نشاهدها منذ وقت طويل هذا هو السر في رأيي الخاص الذي أعاد هذه الروحة العالية للمنتخب قبل سنوات المدربين كانوا يصنعون التكتولات وحتى الاتحاد السابق لكرة القدم كان يفضل اللاعب المحترف على اللاعب المحلي في قضية الامتيازات في قضية ربما في قضية التسهيلات وفي عدة وحتى في الأولي للمنتخب لكن اليوم جمال بالماضي أزال هذه الفروقات وإتحاد الجزائري أزال هذه الفروقات الكل سواسية الكل يلعبون من أجل المنتخب الوطني وإذن أقول زميلي قريشي روح لم نشاهدها منذ سنوات طويلة حتى اليوم حين تذهب إلى فندق المنتخب الوطني تجد ربما لاعب مكون في الجزائري نعطيك على سبيل المثال تجد أندي ديلورا الذي التحق مؤخرا بالمنتخب الوطني مع يوسب الليلي أو حتى مع جمال بالعمري يتجونا في الفندق هما أصبح أصدقاء في ظرف وجيز رغم أنه كانوا في السابق كل لاعب قريب من صديقه فقط ولا يوجد هناك احتكاك وتلاحم بين باقي المجموعة نعم أشكرك جزيلا كمال مهوي كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة